السلام عليكم ورحمة الله الكابل الأرضي هو السلك الأسود السميك واللي بيتوصل من القطب السالب للبطارية لهيكل السيارة ويعتبر الكابل الأرضي هو أساس النظام الكهربائي للسيارة بأكملها لأن كل التهارات الكهربائية اللي بتمر من خلال سيارتك بتمر من خلال سلك التقريض للبطارية ولو كان عندك السلك الأرضي في سيارتك سيء فهتواجه جميع أنواع المشاكل الكهربائية ومش هتكون دي مشاكل بسيطة فقط لأنها هتأثر على قدرتك على تشغيل السيارة تماما والحسن الحظ فمن السهل إلى حد ما التعرف على أعراض السلك الأرضي السيء وممكن تبدأ الأعراض بأعراض بسيطة ولكنها هتزيد سوق تدريجيا لو ما حاولتش تحل مشكلة سلك التقريض وما تنتظرش لحد ما ده يحصل وتعامل مع أي مشاكل كهربائية بجدية أو بشكل سريع عندك هدوسها في سيارتك ايه هي علامات تلف الكابل الأرضي؟ في أكتر من علامة أو عرض بتدل على تلف السلك أو الكابل الأرضي تقدر تلاحظها أو تكتشفها بسهولة أولا أضواء المصابيح أو الكشفات الأمامية بتومد أو بتضيء وتطفي باستمرار لو كان الكابل الأرضي تالف فهتواجه الدائرة الكهربائية مقاومة أثناء محولتها توصيل الطاقة للمصابيح أو الكشفات الأمامية لسيارتك ونتيجة لكده فمن المحتمل أنك تلاحظ أن المصابيح أو الكشفات الأمامية بتومد أو بتضيء وتطفي باستمرار وده مش هيكون مجرد عرض حصل لمرة واحدة ولكنه هيتكرر طالما أن الكابل الأرضي مازال في حالته المعيبة وفي بعض الحالات ممكن يكون الكابل الأرضي مرتخي بعض الشيء بمعنى أنه غير مربوط بشكل جيد وهيحتاج منك أنك تربطه بإحكام وخلاف كده هتحتاج لاستبداله تماما إذا كان متأكل أو مستهلك ثانيا الجهد المنخفض للبطارية لو كان لسا في كهرباء في سيارتك ولكنها أقل قوة من المعتاد بمعنى أنها ضعيفة فتقدر تعمل افتبار الجهد على البطارية وتقدر تستخدم المالتميتر لقياس مقدار الجهد الصادر أو الفارج من أطراف البطارية ولو كانت الكراءة 12.6 فونت فهي ضمن المعدل أو النطاق الطبيعي ولكن لو كانت الكراءة أقل من 11.5 فده معناه وجود مشكلة ولو ده حصل لازم تبدأ تفحص وتستكشف الأفطاء وتقوم بإصلاحها قبل ما تبدأ بتغيير البطارية مباشرة وأول قطوة هي التأكد من سلامة الكابل الأرضي ثالثا عدم شحن البطارية لو لاحظت أن بطارية سيارتك ما بتشقنش فما تفترضش مباشرة أن البطارية تلفة لأن نظام شحن سيارتك بيعتمد على وجود سلك تقريب جيد ولو كان الكابل الأرضي تالف فمش هتقدر تشحن البطارية وطبعا في أسباب تانية لتفريغ البطارية زي وجود مشاكل في المولد أو السلك المتصل من المولد بالبطارية ولكن لو كانت الأجزاء دي في حالة جيدة ومازال عندك بطارية فرغة فمن المحتمل أن يكون السلك الأرضي تالف أو مرتخي بمعنى أنه غير مربوط بشكل جيد رابعا عدم عمل السيارة ممكن يكون في الكتير من الأسباب لعدم بدء تشغيل سيارتك ولكن لو كنت واجهت الأعراض الثلاثة الأولى السابق ذكرهم فعلى الأرجح أنك هتواجه مشاكل في بدء تشغيل سيارتك قريب ولما يكون السلك الأرضي سيء وتحاول تشغيل سيارتك فممكن تسمع أصوات تكتكة كتيرة والأصوات دي بتكون صدرة من الملف اللولابي أو دقمة المرش أو السيلف أثناء فتحه وإغلاقه بشكل متكرر وده بيحصل لأنه ما بيخدش أو ما بيوصلوش جرد كافي بسبب السلك المتصل بالطرف السالب للبطارية خامسا تلف الكابل الأرضي المرئي أو الممحول أفضل طريقة علشان تتأكد من أن السلك الأرضي الخاص بيك في حالة جيدة أو سيئة هو فحصه بصريا بنفسك فلو لاحظت عليه أعراض التلف بمجرد النظر ليه فمن الأفضل استبداله ولو كنت قمت بركنة أو بتغزيل سيارتك في مكان مفتوح زي الشارع مثلا لفترات طويلة فممكن يكون سبب ضرر الكابل أو السلك الأرضي هو الكوارد طيب هل أقدر أغير الكابل الأرضي نفسي؟ لو كنت خلاص اتأكدت وحددت أو قررت أن الكابل الأرضي عندك سيئ فاستبداله هيكون هو الحل الأفضل أو الأمثل والحسن الحظ في الأمر سهل جدا لو مشيت أو اتبعت الخطوات البسيطة دي أولا نقوم بتحديد كابل البطارية السالب في معظم الحالات بيكون السلك السالب أو غطى القطب السالب للبطارية باللون الأسود وبيكون السلك الموجب أو غطى القطب الموجب للبطارية باللون الأحمر بالإضافة لكده هيكون موجود بجانب الطرف السالب علامة سالب وهيكون بجانب الطرف الموجب علامة موجب ثانيا فصل السلك السالب باستخدام مفتاح راق تفك صباعة البطارية اللي عليه السلك السالب من مكانه وبنجرة تفك صباعة البطارية هتحركوا يمين وشمال وهتسحبوا لفوق علشان تخلعوا من قطب البطارية ولو حاولت تحركوا علشان تفكوا وما تحركش فاروش عليه مادة WD40 واسيبوا لمدة دقيقتين وحاول مرة تانية ثالثا إزالة الكابل الأرضي التالي انشي وراء سلك البطارية السالب لحد المكان اللي بيتصل بيه بحيكة للسيارة واستخدم مفتاح راق تفك المصمار اللي مثبت السلك الأرضي التالي في مكانه رابعا تثبيت سلك تقريض جديد بمجرد ما تتأكد ان السلك الأرضي الجديد في نفس موصفات السلك القديم فنفذ نفس خطوات الفك السابقة ولكن بترتيب عكسي علشان توصل الكابل الأرضي الجديد في نهاية حلقتنا نكون اتكلمنا ووضحنا اكتر المعلومات الضرورية عن اهم مشاكل الكابل الأرضي او سلك البطارية السالم علشان تكون على معرفة بيها وتحدد امتى هتحتاج لتغييره شكرا ليكم ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة